أهلاً وسهلاً بكم مجدداً في صباحك ميسك وبعد أن تكلمنا عن عطلة نهاية الأسبوع نحن نريد أيضاً أن نتكلم عن العطلة الصيفية التي أوشكت على البداية ومعنا ضيفتنا الدكتورة تقوى عتي لمديرة مدارس القدس الدولية أهلاً وسهلاً بكم شرفتمونا وصباحكم ميسك صباحك ميسك إن شاء الله أهلاً شكراً على الاستضافة أهلاً وسهلاً بكم نحن على أبواب الصيف ونريد أن نتحدث قليلاً عن الصيف لكن قبل ذلك بس كونه نحن نكسب وجودكم معنا في يعني مديرة مدارس القدس وهي تجربة رائدة يعني في المنطقة من المدارس العربية والدولية يعني كنا قد نتحدث قبل الفاصل عن موضوع الكورونا وتجاوز هذه الأزمة التي كانت على الجميع وخاصة فعلاً المؤسسات التعليمية وتحدي التعليم عن بعد وغير ذلك كيف يعني دكتورة تقوى كيف تقيموا العملية التعليمية والمتابعة العملية التعليمية مع أولياء الأمور خاصة في هذه السنوات والتحديات الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم لا شك إن الكورونا أثرت على الناس كلها وليس على المدارس فقط وطلاب المدارس لكن يبدو أن المدارس فقط تكون الأثر الأكبر عليها حقيقة لغياب الطلاب عن الجو المدرسي والانضباط المدرسي بشكل عام والبيئة المدرسية المدرسة لا تعلم فقط معارف حقيقة المدرسة تعلم قيم وتعلم مهارات اجتماعية كثيرة وتعلم حل مشكلات يعني أنماط مختلفة من الشخصيات تتداخل في المدرسة فيتعلمون من بعضهم إضافة إلى أن بعض أنواع العلوم حقيقة على الأونلاين كانت يعني مجهدة للطالب والمعلم أن يفهمها فالحمد لله الذي عافانا وعافاكم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع على أمتنا الإسلامية والعربية والجميع بالشفاء التام والسلامة من كل سوء وأن لا يكرر هذا علينا لا هو ولا غيره إن شاء الله عارمين آمين فحقيقة التجربة بعد كورونا تجربة ثرية الحمد لله وأفكار أخرى أو أفكار وأنماط من التفكير الطريحة وألزم الناس بها لأجل يعني أن يكون هناك دمج بين التعلم الواقع والاحتياج للتكنولوجيا والتعلم عن بعد في بعض الظروف لا شك أن التعلم عن بعد ساهم حقيقة في اكتشاف بعض أنواع المهارات التي لا بد من تدريب الناس عليها وتدريب الطلاب عليها أيضا فهذا حقيقة شيء مميز أظنه سيعود بالشيء الكثير على طلابنا في المراحل المتقدمة من استخدام المصادر التعلم المختلفة ناهيك عن المدرسة طبعا زميد يعني ما اضطررنا الاستخدام وخلال فترة الكورونا اكتشفنا أنه ممكن يكون في الأفاق بالدمج مع التعليم يعني من ضمن الأشياء مثلا كانت تتعطى الاجتماعات الرسمية في بعض المؤسسات لأنه ما في لقاء مباشر بين الأفراد المؤسسة لكن مع وجود الأونلاين وسهولة الإسكايب أو غير ذلك من البرامج عوض يعني جزء منها إضافة إلى المهارات اللي المعلم اضطر لتعلمها إما أعطاه فرصة حقيقة أنه يشعر أنه لا ما زلت أتعلم ما زلت أحتاج مهارات أخرى إضافية يعني نسأل الله أن تكون مدارس القدس وغيرها من مدارس العربية والدولية يعني إن شاء الله تقوم بواجبها يعني المطلوب منها في هذا السياق الصعب حقيقة في المجتمعات يعني لو أنه أنا بدي أجي شوي للصيف يعني هيك أعطي بس كمان سؤال الآن حضراني إلى أي مدى يعني فعلا من الصعب أنه تدي إدارة مدرسة يعني في لغة أو في ثقافة في بيئة مختلفة يعني صح نحن يعني أنه مدرسة تدرس بالعربية في بيئة تركية في عنا صح تدريس تركي لبعض المواد لكن الأصل هي بالعربية فهذا الوجود إلى أي مدى هو أصعب من لو كنا مدرسة عربية في دولة عربية طبعا تحدي كبير جدا لكن تجربة شيقة وجميلة جدا فلأن أنا اشتغلت في مدارس عربية في دولة عربية والآن في مدرسة عربية في جو آخر آه جميل يعني نعم كيف تفرقي بين الجنسة فرقها التحديات كبيرة خبرات عظيمة الإنسان يحصلها لكن لا شك أنها تحدي موجود 12 13 إلى 20 جنسية في المدرسة الواحدة وهذا الدمج بين الطلاب واحتياجهم للغة العربية وغيرها أيضا يحتاج جهد كبير تكاتف من جميع القائمين في المدرسة من بواب المدرسة حتى رأس الهرم رئيس مجلس الإدارة وهذا فعلا يعني الحمد لله على وجود مدرسة في هذه البيئة تخدم للجاليات العربية وغيرها نسأل الله أن تكون هذه المدرسة يعني جميلة نقطة اللي ذكرتها أنت عندك تحدي غير الاندماج مع المجتمع التركي اللي عايشين فيه أيضا هناك كما قلت يعني جنسيات متنوعة ليست بيئة متجانسة حتى بين العرب وأنفسهم فهذا أيضا تحدي جميل وممتع الحمد لله صحيح نعم إذن نأتي إلى موضوع العطلة الصيفية وإقبال أو تفكير الأهالي كثير من الأهالي بيبدأ يفكر يعني ماذا سأفعل لابني في بعض الأهالي طبعا بعض الأهالي ربما يترك الأمور على غاربها لكن الكثير منهم يفكر ماذا سأفعل لابني لأشغل له وقته في الفترة الصيفية أنتم كمدرسة القدس شو عندكم ما هي مخططاتكم للفترة الصيفية أول شيء بحب أبدأ ببيت الشارع بالأتاهية اللي بيحكي فيه إن الشباب والفراغة والجدى إن الشباب والفراغة والجدى الجدى يعني الدعا والراحة المبالغ فيها مفسدة للمرء أي مفسدة كان صغيرا أو كبيرا متزوج ولا مش متزوج الفراغ اللي ما فيه ملء بإشي مفيد حقيقة يعني مضر مدارس القدس حقيقة كما يعني في كل عام تطلق إن شاء الله برنامجها لنادي الصيفي قريبا يعني نادي الصيفي فيه أنشطة متنوعة وأفكار يعني إن شاء الله تكون حيوية وممتعة لطلابنا لفئات عمرية مختلفة تخدم بها أطفال مدارس القدس وغيرهم طبعا المطال مدارس القدس لهم خاصم خاص يكون بصفتهم أبناءنا بمدرسة الآن هذه الأنشطة حقيقة تتوافق مع الصيف وجو الصيف وتتوافق مع احتياجات الطلبة واهتماماتهم وهواياتهم طبعا النشاطات الصيفية ونويد الصيفية لا شك أن لها فائدة كبيرة خاصة عند الأهل الذين لا يستطيعون تهيئة برنامج خاص لأبنائهم فهو بيحب ناس مقتدرين يمسكوا أولاده يعتنوا فيهم في وقت معين من النهار وباقي النهار لأشياء أخرى طبعا عائلية وغيرها يعني طب كيف يتحققوا ما هي المفردات التي تحققوا من خلال توازن في برنامج صيفي كما قلت يحقق فائدة للطفل لكن لا يشعروا أنه امتداد للمدرسة يعني لا أريد أن الطفل يشعر أن المدرسة تحولت إلى 12 شهر يشعر أنه فيه فرق هذا له خصوصية نفس الوقت ليس فقط عبارة عن ترفيه ولعب وغير ذلك فما هي المفردات التي تحقق هذا التوازن يعني مثلا حتى هناك فيه قرآن كريم وحفظ ليس كما في المدرسة درس الصفي يعني نمط آخر مختلف من الحفظ بالمتابعة نمط ممتع من المسابقات هناك العاب الرياضية والتيليماتش طبعا الحصة أو اليوم الدراسي سبع دروس مختلفة أو ثمان دروس الآن في الأنشطة الصيفية أربع أنشطة فقط في اليوم الواحد مثلا ممتدة أطول لأنها أصلا ممتعة يعني أيضا ليس هناك كتب ولا دفاتر ولا واجبات نعم هناك أفكار يعني وأعمال يدوية أصلا يعني ينتبه لها الطلبة ويعني يقبلون عليها لأنها تحقق شيء في ذاتهم يعني كما هناك رحلة قد تكون أو رحلات يعني خلال هذا النشاط شهر أو شهر وأسبوع فقط لكن يعني أنشطة جميلة ستكون بإذن الله الآن النوادي الصيفية وهذه الظاهرة هل يعني هل هي أصبحت البعض ربما ما زال ينظر إليها لأنها ترف أو أمر كمالي جدا وثانوي والبعض لا يرى أنها الآن أصبحت ضرورة لها سيما يعني هناك كثير ربما من العوامل العامل الأول أنه نحن مثل في غربة ربما يكون في أهمية خاصة أظن جزء كبير ممن يسجل في النوادي الصيفية قد يكون أصلا مدارسه هي في اللغة التركية فهو ينتظر الصيف لتقوية أولاده في اللغة العربية هناك ضائرة أخرى أنه نحن افتقدنا نزول الأطفال إلى الحارة مثلا إلى الملعب إلى الجيران يعني تراجع هذا الأمر أصبح هناك حاجة لأن أخرج ابني من المنزل ومن قوقعة المنزل ومن قوقعة الأجهزة الإلكترونية إلى أي شيء آخر فهل أصبحت ضرورة صح التسمية؟ عند بعض العائلات لا شك أنها ضرورة وعند العائلات التي تتقن توظيف الصيف بما يفيد قد لا تكون ضرورة وعند عائلات أخرى لا تعرف فيها ضرورة أو غير مهتمة يعني ماذا عمل الأطفال في الصيف لا مشكلة يعني المهم أنه يبعد عني وهكذا حقيقة قد تكون بعض العائلات الأم والأب عاملين مثلا فالحاجة إلى توظيف وقت الأولاد فيما يخدمهم والحفاظ عليهم في بوتقة آمنة على الأقل يعني لابد أن يكون هذا عامل مهم أو مساعد في اختيار نادي صيفي بعضنا يظن أنه فعلا تكل فيمادي صحيح لكن بعض الآلات تظن أنه مهم كالأكل والشرب في الصيف يعني أنا ابني ذهب إلى بعض الطلاب في مدارسنا في القدس مثلا في النواد السابقة اكتشفت هواياتهم مهاراتهم في النادي الصيفي جميل وبدأوا ينطلقوا من خلالها فالطفل إذا تركته بدون شيء سيسهر للفجر أو بعد ذلك وينام إلى العصر أو المغرب وهذا حقيقة لا يرضي رسول صلى الله عليه وسلم ولا أي بشر مننا أطفالنا أمانة في أعناقنا إذا أدركنا هذا سنبحث عن ما يفيدهم في الصيف ليس فقط النوادي الصيفي إذا كنت لا أقدر عن نادي الصيفي يعني قد يكون البعض فعلا لكن العبء مادي وهو غير قادر على تحمل ما في نادي صيفي قريب من بيتنا يتناسب مع أولادي مهارات أولادي مختلفة الأعمار المطروحة في النادي مثلا غير أولادي أنا كأم وأب لا بد أن أبحث عن أفكار أخرى رديفة كما قلت حضرتك إحنا في غربة قد تكون العائلات الممتدة نادرة يعني جد وجدة وأعمام وأخوال نادرين جدا الآن في الغربة لكن كما أعلم أنا حقيقة بعض العائلات الأصدقاء يصنعون هذه العائلة الممتدة يعني ممكن أنا أطرح إضافة للنوادي الصيفية المميزة في المدارس المختلفة عربية أو غيرها طبعا الدولة التركية تنشئ في المدى المؤسسات الحكومية نوادي صيفية لها نوادي لمن لا يستطيع أن يدفع إذا لم نجد لهذا ولا هذا أنا عندي بعض الاقتراحات جميل جميل بدنا نسمع أي أفكار فعلا حتى أجعل عطلة ابني مفيدة وبنفس لؤية ممتعة له وأخرجه من خطر الأجهزة الإلكترونية الآن حقيقة صارت خطر تهدد أبنائنا ولما ما أجد عندما لا أجد أي شيء أشغل وقته أكون أحيانا مضطر للاستسلام برغبته أقول لك عطيني بديل ولما ما أعطي بديل خلاص خود الجهاز فما هي هذه الأفكار باب النكتة حقيقة ربما قبل كم يوم وقعت في موقف كم أولادنا متعلقون بالأجهزة الموبايلات هذه بشكل مخيف وخطير جدا لدرجة أنه في موقف ما أردت أن أصادر هاتف لأحد الطلاب أو الطالبات انهار انهار بما تعلم الكلمة من معنى هذا الموبايل بالنسبة له حياته صديقه أمه أبوه كل شيء ما بعرف أيش بدونه بالأسف فحقيقة قد يكون الصيف متنفس لنا أول شيء هو مش مدرسة ولا كتاب ولا دروس هذه نقطة مهمة النقطة الثانية يمكن حكيت حضرتك قبل الفاصل أنه الصيف للراحة للأولاد حقيقة فأنا ما بدي أحط لابني برامج تستهلك كل وقته فلا يشعر أنه أخذ جزءا لأصحابه وراحته وانبساطه فيكره الصيف وأيام الصيف نعم بالضبط لكن مما أقترحه حقيقة أنا أول شيء العائلة قد تكون عاملة أو غير عاملة هناك أنشطة عائلية قد تكون رحلة بسيطة أو رحلة ممتدة طويلة يومين أو ثلاثة حسب ميزانياتنا طبعا كلنا نعرف وضع بعضنا قد تكون أنشطة وسهرات عائلية ربما يعرف بعضنا هناك ألعاب عائلية جميلة جدا وممتعة وفيش فيها مشكلة شرعية يمكن ما هي لعبة أجنبية لكن أنا لا يعبتها مع أولادي هي اسمها تيكيت تورايد تيكيت تورايد جميلة تعلم الدقة والذكاء في اختيار بعض الأفكار والطرق للوصول إلى هدف ما جميلة جدا وهذا ما خطر في بالي أكيد في أفكار عند الأهل والناس يعني أكثر من ذلك طبعا لو هناك ما في نادي صيفي القرآن لابد أن يكون جزءا من الصيف جميل لابد حفظ مدارسة والحديث للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك حفظ بعض الحديث وغيرها قد ندخل أولادنا في مسابقة عائلية أو جيران هناك في المناطق المحطة مسابح متاحة في المدارس وغيرها ممكن يكون في أنشطة سباحة لأولادنا إذا ما في نادي صيفي دورات دورة لغة دورة مهار يدوية أفكار كثيرة جدا ومتاحة في تركيا وغيرها أونلاين حتى ممكن دورات يعني حتى فعلا مدام الأطفال جزء من مشكلتنا معهم ربما هي موضوع الإنترنت على الأقل انزموا أنه أنت عم تحضر الإنترنت أحضر شيء مفيد أجعل له فعلا على اليوتيوب لأ ممكن كثير من الدورات لممكن أن يستفيد منها صحيح وفي دورات تفاعلية على الإنترنت أيضا هناك أيضا أعمال يدوية وممكن البنات مطرزات الأولاد أفكار صناعة جبس أو أفكار أو خشب أو خشب أفكار جميلة جدا وأظنها ليست مكلفة كثيرا هنا حقيقة يعني ممكن تتاح بسهولة أيضا قراءة قراءة كتاب قراءة قصة كتابة يعني أنا في مدرستي مثلا بعض الطلبة واحدة منهم في الثانوية العامة شاركت في كتابة قصة باللغة العربية وفازت في مسابقة قريبا وهي ثانوية عامة مشغولة لكن عندها حب القراءة ربيت عليه وهي صغيرة جميل فلماذا لا يكون وقت الصيف لذلك نختار روايات أو أفكار أو كتب يحبونها لا نريد الكتب التي نحبها نحن نعم نعم المهم أن يقرأ يعني يكسر حاجة البعد عن الكتاب عندي صديقتي فيما مضى بتقول أنا أحب أن أعلم ابني على القراءة أنا مغرمت قراءة وهو مش راضي يتعلم طيب بعدين أجيبها الكتب الجميلة جدا لكن لا يتعلم فأخذت على مرة على معرض كتاب وهو بحب الرياضة جدا فأخذت على ركن الرياضة قالوا تعالي الله شوف لك كم كتاب رياضة من هل بتحبهم فأخذت كتب رياضة لمن يحبهم فأخذت الطريق أخذت الخيط نعم بدأ يقرأ خلاص المهم أنه هو تأقلم على القراءة الآن على فكرة القراءة بالضبط بس وصارت طاعم الكتب بما تريده يعني كان سابقا أحيان البعض يلوم يقول أنه ليش تنصحوا الناس بقراءة روايات قد لا يكون منها فائدة طبعا مع أنه لها فائدة صحيح فلنترى أترك جانا ذلك جانبا أختار رواية مناسبة هي الفكرة أن يقرأ أحيانا يعني مثل ما تفضلت أنا أبني نفس الشي ذهب إلى مكتبه ولي راح جاب يمكن محمد صلاح ورونالدو هم يقرأ شيء يعني إذا كسر حاجز الجفاء مع الكتاب فهو هذا بداية الخيط بعد ذلك أنا شوي شوي ترويض هي ترويض الشخص على فتح كتاب قراءة يعني حتى نحن الكبارة يعني إذا نذكر كلنا كاد يكون الغالب بدأ بالقراءة مع الروايات صحيح شيء يحبه صحيح أيضا يعني شيء جميل جدا أظن لو صدف لطلابنا أو أبنائنا وعائلاتنا الأنشطة التطوعية جميل في المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات العامة هنا وكل المؤسسات غالبا تحتاج متطوعين من أي نوع قد يكون تطوع تنظيف تطوع دهان تطوع نقل تطوع ناية مريض وهكذا حقيقة يمكن باب التطوع باب عظيم جدا من الخير جميل عظيم جدا من الخير عظيم جدا الفائد على الشخص نفسه والصبر أنه أنا بشتغل بدون مقابل فأنا أربي في نفسي أشياء كثيرة جدا والأمر الثاني خلنحكي أمر دنيوي أنه في السيرة الذاتية أو السيفي اللي بدك تقدمها لأي مؤسسة إذا كنت ذاكر فيها أنه أنا متطوع في المؤسسة الفلانية هذا نقاط إضافية جميل جميل فابحث وابحث يا أم ويا والد عن أفكار للتطوع لأبنائكم أمر مهم أيضا أظن لمن له مصلحة كأب مصنع أو مخيطة أو محل دكان الصيف فرصة أن يشغل ابنه معه معه هذه أساسية صحية شغل ابنه الأم طيب الأم ما عندهاش مصلحة عندها شغل البيت تعودوا على شيء من أعمال البنت والولد لابد أن يعرفها أن إعانة الأم في البيت وإعانة الأب هذا واجب شرعي زائد أنه بيقوي شخصيتي يمكننا حضرتك وإحنا عشنا في زمان غير أولادنا فيش موبايلات وهذا لكن كان في عندنا فكرة مساعدة الأم أو الأب يفتح لنا أبواب الحوار والحديث معهم صحيح نجلس مع أمنا فما فيش ما عندنا صديقة نحكي لها أسرارنا ولا همومنا فنحكي لها أمنا نتعود أنه تعبنا فيه مع أمنا نحافظ عليه الأم كمال لها جهد فالصيف طبعا كل السنة البنت تتحجج بالدراسة والولد كذلك الأمر بنام مبكر للدوام لأن الصيف يعني في متسع فيه فرصة فيه فرصة الأم اللي عندها شغل في البيت زيادة أجل الصيف أكثر مثلا بعض الأشياء الكبيرة يعني فأظن هذه الأنشطة حقيقة قد تستحلك يومه فيتعب فينام باكرا غالبا فلا يحتاج يعني أن يذخر في الاستيقاظ يعني ذكرتي صراحة نقاط كل نقطة حقيقة أنا يعني أنا مواجهة بهذه النقاط موضوع التطوع من الموضوع التي أريد أن أقف وأكد عليها لأنه موضوع مهمة يعني هي نحتاج يعني أنا إذا فيه شيء بدي أخذه من كل ما ذكرتي أنه الأب والأم لازم يخططوا يخططوا لا صيف أبنائهم ما يتركوا الأمور أن تمشي هيك على عواهلها لا أنه أنا فعلا عندي صيف لأبني ماذا سأفعل مثل ما تفضلت هلأ الجمعيات المؤسسات العامة وإساسات الخيرية وإساسات المجتمع المدني كثيرة لو أنا رح تسألت وعرفت وين ممكن ابني مثلا يتطوع موضوع اللي تفضلت فيه موضوع الأهالي اللي عندهم مهنة اللي عندهم كده أصطحب ابنك ليعرف جو عملك هاي فرصة له أن يخالط الكبار والبنت أيضا تخالط الكبار فيعمل أمها إذا كانت تعمل أو في المنزل أيضا نقطة مهمة يعني هاي النقاط وصراحة كثير يعني هيك عجبتني وحببت أن أقف عندها ما هي يعني الآن في نقطة مهمة قد تكون هي الخوف قد يمنع البعض من تحريك أبناء أمي لا خلاص بالبيت أنا مأمن عليه فما هي أخي أقول المحاذير لازم انتبه عليها بنفس الوقت ما تكون حائق أنه أنا مشان خاف على ابني فأدعوه في البيت والله قد يكون خطر الجلوس في البيت أخطر بكثير من خطر خارج هذا ما كنت أود أقوله حقيقة الخطر اللي في البيت أنا مش شايفه هو خلف الموبايل خلف الشاج أنا مش شايفه بس الخطر اللي برا أنا بعرفه فبقدر أحمي ابني منه أسهل حقيقة لا شيء لا شك أن الذي يعمل يخطئ ويتعرض لخطر فابني إذا طلع برا هيتعرض ممكن لأشياء لكن أنا كأب وأم خطرت في بالي بعض الأشياء أنه أنا أختار النادي الصيف اللي بدي أختاره مثلا المكان اللي بدي أود إبني عليه البيئة اللي حيخالطها هذا سهل الأمر الثاني أنه لا أضع ابني وأتركه لا أسأل عنه في أي مكان وضعته إن كان في مهنة في دورة في عمل مع أبوه مع أمه أنا بدي يكون في عندي فرصة أو وقت أني أنتبه شو استفاد يوم نعم وين راح أحاره افتح باب حوار معه حتى يحكي لي صحيح طيب هل يمكن أن نتعرض لأخطار يتعلم أفكار جديدة أنا مش راضي عنها طبعا ممكن جدا يعني هاي فرصة أنه نبدأ نوعي أولادنا للمحيط وإذا كنا أسسنا حقيقة لتربية إيجابية قيمية عند أولادنا بصيروا يحاكمهم الخطأ لكن هذا ليس مثاليا وإحنا أولادنا مجربين طبعا من ربي أولادنا على شيء بنجي منتفاجئ أنه بدأت أفكارهم تنحرف اتجاه أمر آخر فأول شيء يعني من الشيء المهمة جدا حقيقة نستودعهم رب العالمين ونعمة بالله صحيح إذا ربينا أحسننا نستودع الله سبحانه وتعالى أبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين ونحن يعني نقوم بواجبنا بالمتابعة والمثابرة والاهتمام سمعنا خطأ خطر وقع عليهم معالجه بما نستطيعه راح على مسبح وقع راح على رحلة وقع عن الشجرة هذا متوقع جدا من أنتوقعوا يا أهلنا بالصيف يعني نعم إن شاء الله رب يحفظ الأولاد يعني هم لو كان عندي في البيت سيتعرض لهذا سيتعرض صحيح يعني ما في ضمان لهذا الأمر صحيح أفهم يعني في بعض المناطق أنا مستحيل أسمح لابني مثلا في نادي صيفي إذا كان نادي صيفي جيد لكن الرحلة الصيفية في مكان أنا لا أقبله أو مع بيئة بقبلهاش بغناص ما رحش أرى الرحلة تمام يعني بقدر أودي على ابني عن نشاط الفيديو الجزئية المناسبة أحسن وأرجع من جزئية بشي يعني الموضوع متاح يعني وليس يعني صعبا لكن لمن يهتم جميل إذن هذه نقطة أيضا مهمة جدا للأهالي أولا كما تفضلت موضوع أنه أنا بالله قد يتعرض لأفكار بنهاية هو سيدخل إلى المجتمع عاجلا صحيح فليدخل خيقول شيئا فشيئا بنهاية وكما أننا كلنا يعني بنسمع أنه في حوادث سيارات وفي ناس تموت حوادث سيارات لكن هذا لا يمنعنا من ركوب السيارات فهي لا يمكن أن أمنع الخطر الكامل إلا ما أنا أتخذ كل هذه الأسباب وأنطلق وأجعل ابني ينطلق في الحياة لأنه مخاطر الانغلاق ومخاطر التقوقع اللي ممكن أن تقع فيه أصعب وأخطر بكثير دكتورة تقوى يعني كان هيك حوار أنا أتمنى حقيقة كل ما ذكرتي من نقاط أنه يكون الأهالي والأمهات والأباء يعني يسمعون أن أصغلها لأنه أفكار مهمة ويمكن أن تطبق ويمكن أن تجعل عطلة الأطفال مثمرة إذا فيه هيك من نقطة أخيرة نختم بها هذا اللقاء الممتع الله يزيك الخير حقيقة إذا أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى في رعاية أبنائنا سيلهمنا الله سبحانه وتعالى المكان والظرف المناسب لأجل نواديهم ونشاطاتهم الصيفية وكما قلنا نعطيهم متسعا من الوقت لما يحبونه هم حتى لا تكون الصيف عقد بيننا وبينهم جميل والأمر الأخير أنه يعني تذكروا أنفسكم عندما كنتم بالصيف يا أباء وأمهات بعض الأفكار كنتوا ترغبوا فيها حاولوا أعطوها لأولادكم أفكار يمكن يستفيدوا منها أكثر من اللي ممكن تكون حديثة في أرض الواقع الآن نماذج أنتوا عشتوها ممكن تعطوهمها يستفيدوا منها كما نعطي أبنائنا في بعض المرات وأخيرا بدنا نشكر قناة أو ذات مسك في إمع هذه الاستضافة إن شاء الله يكون ما تقدمونه فيه خير للناس جميعا وبركة شكرا شكرا لكم وأنتم على ثغر كبير موضوع الأولاد وتربية الأولاد هؤلاءهم المستقبل شكرا لكم وصباحكم مسك صباحكم مسك في السلام شكرا لكم دكتور أحبائي المتابعين هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وعلى أن نلقاكم غدا في حلقة جديدة وصباحكم مسك صباحك مسك صباحك عمبر وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ من عناع أرضي بلادي معطر شكرا لكم